نشرة الأخبار من التلفزيون العربي في لندن ونستهلها بالعنوي 93 قتيلا بينهم 83 أسكريا روسيا في حادث تحطم طائرة قبالة سواحل البحر الأسود وفاتوا طفلين نتيجة البرد القارس في مخيم روبار في ريف حلب واتفاقموا معاناة النزحين مع استمرار العاصفة المسيحيون في العراق وسوريا يحتفلون بعيد الميلاد وباب الفاتيكان يدعو إلى الرأفة بالأطفال أهلا بكم قتل 93 شخصا من بينهم 83 عسكريا في حادث تحطم طائرة روسية من طراز توبولوف 140 قبالة سواحل البحر الأسود بعد دقائق من إقلاعها من مطار سوتي نحو سوريا ومن بين الذين لقوا مسرعهم جنرال وأربعة عقدا ومقدم بالإضافة إلى 64 فردا من فرقة موسيقية عسكرية ولم يعرف سبب تحطم الطائرة لكن وزارة دفاع الروسية رجحة يكون عطلا فنيا قد أدى إلى تحطمها وقالت الوزارة أنه تم انتشال جثة واحدة بعد العثور على حطم الطائرة بالبحر الأسود تواصل فرق الإنقاذ الروسية عمليات البحث عن الطائرة المنكوبة في مياه البحر الأسود وكالة انترفاكس الروسية نقلا عن مصادر أمنية في مطار سوتي قالت أن الطائرة من طراز توبوليف 154 أقلعت من موسكو وهبطت في سوتي للتزود بالوقود الطائرة التي أقلعت من جديد باتجاه مطار حميمة في مدينة اللاذقية السورية اختفت بعد قطعها سبعة آلاف متر من المطار لتختفي من على شاشات الرادار قبلة شواطئ منتجات سوتي فوق مياه البحر الأسود وزارة الدفاع الروسية أكدت تحطم الطائرة التابعة لها بعد دقائق من إقلاعها وقالت أن الطائرة كانت على متنها فرقة الكاسندروف العسكرية والتي كانت ستحيي حفلا للجنود الروس في سوريا بمناسبة عيد رأس السنة وضافت الوزارة أن من بين القتلى صحفيين من القنوات التلفزيونية القناة الأولى وان تيفي وزفيتسا وكالة تاسأ للأنباء ذكرت نقلا عن مصدر في وزارة الدفاع قوله إن فرق الإنقاذ عثرت في المياه القريبة من الساحل على أمتعة يرجح أنها تابعة لرقاب الطائرة المنكوبة وزارة الطوارئ في تصريح لها لوكالة أنترفاكس الروسية قالت إن المعطيات الأولية تشير إلى أن تحطم الطائرة نجم عن مشكلة تقنية أثناء مرحلة الصعود لم يتمكن أفراد الطاقم من إصلاحها من ناحية أكد المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أنه تم إبلاغ الرئيس بليدامير بوتين باختفاء الطائرة وأن فرق البحث بدأت عملية واسعة للعثور على حطامها يذكر أن هذا النوع من الطائرة خرج من خدمة معظم شركات الطيران الروسية حيث صنعت آخر نسخة منها في عهد الاتحاد السوفيتي ولا تستعملها حاليا إلا بعض المؤسسات الحكومية من بينها وزارة الدفاع الروسية إذن الطائرة هي من طراز توبولوف 154 كما ورد في تقرير ومعنا من موسكو الكتب الصحفي رأد جبر مرحبا بك سيد جبر هل تضحت أسباب سقوط هذه الطائرة وكيف تسير عمليات الانقاث؟ نعم تحية طيبة بداية أسباب السقوط طبعا لم تتضح بعد هذا أمر يحتاج إلى التحقيق وتحقيق سوف يجري على آل المستويات بالمناسبة لأن الرئيس بوتين كلف رئيس الوزراء بمتابعة التحقيق بشكل مباشر إنما الفرضية المرجحة حاليا طبعا هناك استبعاد لعمل تخريبي يعني أن يكون تفجير متعمد أو عوامل خارجية الفرضية المرجحة أكثر هي عطل فني الطائرة قديمة بالفعل هي عمرها 33 سنة تعرضت لآخر إصلاح قبل عامين عام 2014 إنما يعني يبدو أن العطل فني مفاجئ يعني لم يتمكن الطاقم بالفعل من التحكم به لكن هناك بعض الظروف الفنية اللافتة للنظر حتى الآن بحسب بعض الخبراء أن الطائرة بدأت بالتفكك في الجو في الدقيقة السابعة بعد إقلاعها لأنه عثر على بعض متعلقات الركاب وبعض الأجزاء وحتى الجثامين على بعض خمسة ونص ستة كيلومتر من الشاطئ بينما الجسم الرئيسي للطائرة عثر عليه على بعض كيلومتر ونصف فقط من الشاطئ إذن كان هناك مناورة حسب ما قال بعض الخبراء كان هناك مناورة من الطيار ربما كانوا يحاولون العودة إنما الطائرة بدأت بالتفكك وسقطت بالفعل على مسافة قريبة يعني كل الفرضيات طبعا تبقى مفتوحة لا تزال واردة خطأ بشري طيب ما أهمية العسكريين المتوجدين على متن الطائرة نحن نتحدث هنا عن جنرال ورتب عسكرية كبيرة على متن الطائرة المنكوبة يعني بحسب اللايحة التي نشرتها وزارة الدفاع بالفعل أمامنا ثمان عسكريين رتب أحدهم على الأقل جنرال أهميتهم أعتقد ليست ميدانية بشكل مباشر في الساعات الأولى بعد الإعلان عن تحطم الطائرة كان هناك إشارة إلى أنه قائد الشرطة العسكرية الروسية كل هذه المؤسسة أو الهيكلية الكبرى أنه موجود على بتن الطائرة إنما البيان الذي نشرته وزارة الدفاع لم يشر إلى اسمه يعني حتى الآن ليس واضحا أنه هل بالفعل هو موجود وتجنبت وزارة الدفاع الإعلان حتى الآن أم أنه لم يكن بين ركاب الطائرة أهمية هذا الموضوع ربما تكون أنه كما تعلم الشرطة العسكرية هي الآن تولت عملية استباب الأمن روسيا نشرت كتيبة من الشرطة العسكرية الروسية في حلب أخيرا لكن بالإضافة إلى هذا الشخص هناك ثمن عسكريين رتبهم عالية طيب ولكن سيد جبر المعلومات المتوفرة حتى الآن تفيد أن قائد الشرطة العسكرية كان يتواجد على متن هذه الطائرة ما صحت هذه المعلومات يعني أنا قلت بالفعل صدرت هذه المعلومات إنما اللائحة التي نشرتها وزارة الدفاع لم يكن اسمه مدرجا على هذه اللائحة لذلك لا نفهم حتى الآن أنه هل تتجنب وزارة الدفاع الإعلام بشكل رسمي عن وجوده أم أن هناك ملابسات أخرى لا أريد أن أتسرع أنا أتمد على البيانات الرسمية على الأقل للوائح الرسمية التي صدرت عن وزارة الدفاع لكن أردت أن أقول أنه بالإضافة إليه هناك عشر أشخاص على الأقل عسكريين كبار بينهم ثمانية عسكريين واثنان من المدنيين من قيادة وزارة الدفاع أيضا لكن برتب مدنية وليست عسكرية بطبيعة الحال طبعا طاقم الطائرة نفسه عسكري والفرقة الموسيقية هي الفرقة التابعة لوزارة الدفاع أيضا 64 شخص تتشكل من 64 شخص كلهم لقوا حدفهم في هذه الحادثة شكرا جزيلا لك الكاتب صحفي رأد جبر كنت معنا من موسكو طائرة طوبوليف 145 دخلت الخدمة أول مرة عام 1968 وتعد من أكثر طائرات الركاب انتاجا في الاتحاد السوفيتي ما بين 1970 و 1998 وتم تصنيع 918 طائرة منها تمتلك ثلاثة محركات نفاثة توقف أنتاج هذه الطائرة عام 1998 و 1998 وخرجت عن الخدمة من معظم شركات طيران الروسية وزارة الدفاع الروسية ما زالت تستخدمها لنقل العسكريين خلال تاريخ استخدامها أيضا شهد هذا النوع من الطائرات 73 حادثة تحتهم إلى شان السوري الآن حيث لقي طفلاني حدفهما نتيجة البرد القارس في مخيم روبار في ريف حلب وكانت امرأتان وثلاثة أطفال ممن تم اجلاؤهم من حلب قد لقوا حطفا نتيجة البرد خلال إقامتهم في خيمة بمنطقة كارد جنوب حلب وتواجه مئات العائلات نازحة من شرقي حلب ظروفا في غاية الصعوبة بسبب العاصفة الثلجية التي تضرب المنطقة منذ أيام وشدة البرد القارس ونقص الإمكانات في المعسكرات التي قيمت لهم في ريفي إدلب وحلب ومعنا من على الحدود السورية تركية مراسلنا عدنان الظاهر عدنان مع انخفاض درجات الحرارة وتساقط الثلوج يبدو أن أوضاع صعبة في مخيمات المهجرين من حلب سواء في إدلب أو في ريفي حلب الغربي بالفعل جمال ككل عام ومع قدوم فصل الشتاء والعواصف الثلجية بدأت وصول أنباء تفيد بوفاة أطفال ونساء جراء موجات البرد القارسة التي تضرب الشمال السوري آخر حالات الوفاة كانت اليوم حيث لقي طفلاني مصرعهما في مخيم روبار القريبة من مدينة عفرين في ريفي حلب جراء البرد القارس كان قد سبقهما أيضا وفاة امرأتاني وثلاثة أطفال في مخيم إيكاردا أيضا في جنوب حلب من تم تهجيرهم من أحياء حلب الشرقية بالأمس أيضا توفي طفلان في إحدى المخيمات العشوائية في مدينة حارم بريف إدلب أيضا جراء موجة السقيع الباردة التي تضرب المنطقة في هذه الأثناء العصاد الجوية جمال تتنبى بقدوم عاصفة ثلجية أخرى خلال الأيام المقبلة وهو ما قد ينذر بربما حدوث حالات وفاة جديدة لا سيمة بين الأطفال جراء نقص المساعدات الإنسانية الداخلة إلى سوريا اليوم وزير الخارجية التركي مولود شاوشعلو قال أن 45 ألف مهجر من أحياء حلب الشرقية لا يتلقون أي مساعدات إنسانية باستثناء تركيا التي تواصل إدخال المساعدات إلى المخيمات التي أقامتها في الشمال السوري وبالتحديد في ريف حلب الغربي وريف إدلب الشمالي هذه المساعدات تدخل من معبر جيلفاقوزو التي تقع خلفي تماما في الحقيقة جمال ما نلاحظه هنا غياب أي مساعدات إنسانية من منظمات دولية والأمم المتحدة فقط بعض المنظمات الإنسانية التركية وهيئة الإغاثة الإنسانية التركية الأفاد تقوم بإدخال هذه المساعدات إلى المهجرين من أحياء حلب المحاصرة والذين يعيشون ظروف إنسانية صعبة جدا حيث تهدمت العشرات من الخيام جراء العاصفة الثلجية التي ضربت المنطقة خلال الأيام القليلة الماضية جمال شكرا لك عدنان الظاهر مراسل التلفزيون العربي من معبر جيلفاقوزو على الحدود السورية التركية نبقى في سوريا حيث قصفت الطائرات والروسية بالصواريخ الارتجاجية لابنية السكنية في منطقة الرشيدين غرب مدينة حلب ما تسبب بإصابة عدد من المدنيين بجروح كما شنت طائرات الروسية غارات على قرية كفركار ومحيط بلدة بردة في جبل الحص بريف حلب وفي سياق متصل قصفت قوات النظام بالمدافع الثقيلة لحياة سكنية في مدينة حريتان بريف حلب الشمالي بالتزامن مع قصف مماثل للمعارضة السورية على مواقع قوات النظام في جبهة بيانون شمال حلب احتفلت طوائف المسيحية بعيد الميلاد حيث شارك الألاف من المسيحيين في قداس منتصف الليل بكنيسة المهد في مدينة بيت لحم في الضفة الغربية كما احتفل السوريون والعراقيون بالعيد المجيد بالرغم من الأوضاع الصعبة التي تمر بها بلادهم وقد طلب بابا الفاتيكان فرنسيس الكاثوليكيين في العالم بإظهار الرحمة للأطفال ضحايا الحروب والفقر في قداس في ساحة القديس بطرس في روما هكذا بدأ قداس منتصف الليل في كنيسة المهد في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة ألاف المصلين حضروا الصلوات بما فيهم لفيف من المطارنة والأساقفة وكبار الرجال البطرياركية ووفود دبلوماسية وأخرى جاءت من خارج البلاد للاحتفاء بهذه المناسبة وكان على رأس الوفد الرئيس الفلسطيني محمود عباس وكبار المسؤولين الدينيين والسياسيين بطرياركو طائفة اللاتين في فلسطين والأردن والسائر الأراضي المقدسة بيا باتيستا باسيبيلا دعا خلال عيذته إلى العطف على اللاجئين وإلى إنهاء العنف الذي يدمي الشرق الأوسط أبواب موصلة وحدود مغلقة هذا يعكس الخوف الذي يؤدي حتما إلى دورة العنف في العصر الراهن وفي الفاتيكان دعا البابا فرانسيس في عذته إلى الرأفة بالأطفال الذين يعانون ويلات الحروب والبؤس وانتقد البابا من يجهدون أنفسهم لتوفير الهدايا بالمناسبة لكنهم في المقابل لا يبالون بالمهمشين وفي السورية أقام الكاثوليك في مدينة حلب أول قداس منذ خمسة أعوام في كاتدرائية ماريلياس المارونية في المدينة القديمة وذلك بعد يومين من استعادة قوات النظام أحياء شرق المدينة التي كانت تحت سترة فصائر المعارضة بلدة برطلة العراقية المسيحية القريبة من الموصل شهدت هي الأخرى احتفالا هو الأول منذ 2013 بعد استعادة البلدة من تنظيم الدولة في تشرين الأول أكتوبر هذا العام وانتشرت قوات الأمن حول كنيسة البلدة خلال القداس فيما عبر السكان عن فرحتهم بهذه المناسبة أما العواصم الأوروبية فشهدت تعزيزات أمنية في المرافق العامة وبالقرب من الكنائس والكاتدرائيات ووجه الرئيس الأمريكي باراك أوباما وزوجته آخر رسالة تهنئة بالمناسبة للمواطنين الأمريكيين مؤكدين على القيم التي تجمع الأمريكيين أيا كانت معتقداتهم نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد الفصل المحاصرون في ريف حمص الشمالي يعتمدون على مادة الطين لترميم منازلهم المهدمة أهلا بكم وصل الرئيس اليمني عبدربو منصور هادي سباح اليوم إلى مدينة المكلة عاصمة محافظة حضر موت شرقي البلاد في أول زيارة له منذ توليه الرئاسة عام 2012 يذكر أن قوات الجيش الوطني بدعم من قوات التحالف العربي تمكنت من استعادة السيطرة على المكلة ومديريات ساحل حضر موت من قبضة تنظيم القاعدة نهاية أبريل ليسان الماضي ونستعرض الآن تقريرا عن الأزمة اليمنية وذلك ضمن سلسلة تقاريرا حول أهم أحداث عام 2016 كل عشر دقائق تفقد اليمن طفلا على الأقل جراء أمراض لم تعد قاتل في أي مكان آخر وأكثر من مليوني طفل في البلاد يعانون من سوء التغذية حسب تقرير منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف الصادر نهاية العام 2016 الحرب أيضا تسببت بقتل مئات الأطفال بشكل مباشر على جبهات القتال المختلفة وما تزال آلة الحرب تحصد المزيد منهم أكثر من 3400 طفل قتلوا وأصوبوا منذ تصعيد الأعمال القتالية وأعمال النعوم في السادس والعشرين من مارس عام 2015 وحتى منتصف هذا الشهر ديسمبر 2016 تعلقت آمار اليمنين بمفاوضات الكويت الأولى والثانية لكنها باءت بالفشل ومثلها فشلت الهدن الست الهشة على مدار العام وعلى الرغم من المبادرات التي طرحها المبعوث الممي إلى اليمن إسماعيل والد الشيخ لحل الأزمة لكنها لم تلقى طريقا نحو التجسيد وكذلك مبادرت وزير الخارجي الأمريكي جون كيري الأمر الذي جعل الأزمة السياسية في اليمن أكثر تعقيدا على مقاربة الحل خاصة بعد إعلان جماعة الحوث وصالح عن تشكيل حكومة للإنقاذ المجتمع الدولي ممثل بمجلس الأمن الدولة 18 يؤكد أن الشرعية هي شرعية بخامة الرئيس عبد الربو مصور هادي وحكومة الدكتور أحمد بندار مصادر الأمم المتحدة تشير إلى أن أكثر من ثلاثة ملايين ومئة ألف نازح يمني فروا بسبب الحرب بينهم اليونان ومئة ألف تشردوا داخل البلاد الصراع المتصاعد وانسداد آفاق الحل من شأنه مضاعفة تلك الأرقام بمرور الوقت تتلاشى آمار اليمنيين بالخلص خصوصا وأن الأطراف المتصارعة في البلاد ما تزال ترى الخيار العسكري حلا لأزمة تجاوزت العامين نبيل اليسوفي التلفزيون العربي صنع والآن إلى موجز سريع لأبرزي أخبار الاقتصاد أفاد مسؤولنا مصرفيون أن فينزويلا تعتزم طرح أوراق نقدية جديدة الأسبوع المقبل بعد خطوة جرت تأجيلها مرات عدة في ظل تضخم الذي تعاني منه البلاد وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قد علق قرارا بسحب ورقة نقدية من بيئة ميت بوليفار من التداول في محاولة قال إنها تسهدف وقف عمليات مضاربة على العملة المحلية وذلك عقب احتجاجات تحولت في بعض الأحيان إلى عمالنا قالت شركة روس نيفت الروسية التي تساهم بأكثر من 40% من إنتاج روسيا من النفت إن خطط الشركة في العام الجديد تتح لها مرونة في مستويات الإنتاج وذلك بعد اتفاق موسكو مع منظمة دول المصادرة للبترول أوبيك على خفض الإنتاج لتعزيز الأسعار الضعيفة وبناء على اتفاقها مع أوبيك ستخفض روسيا إنتاجها من الخام بواقع 200 برميل يومياً بنهاية الربع الأول ويصل إلى 300 ألف برميل من مستويات تشرين الأول أكتوبر والتي بلغت تحو 11 مليون و250 ألف برميل قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسفي إن حجم مشاركة القوات المسلحة في الاقتصاد الوطني لا يتجاوز 2% رافضاً للتكهنات التي تقول إن الجيش ربما يسيطر على ما يصل إلى 50% من اقتصاد البلاد الذي يتراوح بين 3 و 4 تريليونات جنيه وأكد السيسي أن الضرائب الخاصة بالمشاريع الاقتصادية التي تقوم بها القوات المسلحة تسدد وطالب الجيش بالمساعدة في مشروعات البنية التحتية وتوزيع السلع التمويني على الفقراء في مواجهة غلاء الأسعار الناتج عن تخفض قيمة جنيه ونقص العملات الأجنبية أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب عزمه إغلاق بؤسسته الخيرية لتجنب حدوث أي تضارب في المصالحة عندما يتولى منصب الرئاسة وقال ترامب في بيان إنه سيضع حدودا بين مؤسسته الخيرية الخاصة وعلاقاته التجارية للحلولة دون تأثيرها على الرئاسة يذكر أن المدعي العام في ولاية نيويورك فتح مؤخرا تحقيقا حول مؤسسة ترامب الخيرية بشبهة الفساد وتم بعد ذلك تعليق جمعها للتبرعات وجاء التحقيق بعد سلسلة تقارير نشرتها صحيفة واشنطن بوست تحدثت عن مخالفات ارتكبتها المؤسسة بما فيها استخدام أموالها في حل نزاعات قانونية لسالح شركات ترامب التجارية فرأ ألاف الفلبينيين من المدن الساحلية الشرقية مع اقتراب أعصار قوي يتوقع أن يصل إلى منطقة بيكول ثم يتوجه يوم غد الاثنين إلى جزيرة لثون الرئيسة التي تضم العاصمة منيلا وقال مكتب الإرصاد أن الأعصار يحمل رياحا تبلغ سرعتها 185 كيلو مترا في الساعة ومن المتوقع أن يتسبب في أمواج عالية وفيضانات في المناطق الساحلية والمنخفضة وسط مخاوف من انهيارات أرضية على المنحدرات الجبلية وقد رفعت السلطات من مستوى التحذيرات من الأعصار في تسع مقاطعات على طول الساحل الشرقي وألغت عددا من الرحلات الجوية في وسط وشمال شرقي البلاد يذكر أن أكثر من سبعة آلاف شخص لقوا حتفهم في عام 2012 في أسوأ أعصار يضرب الفلبين خلال عقود ونتوقف الآن مع أبرز أخبار الرياضة تغلب السلطات على مضيفه هاملتون بثلاثية نظيفة في الجولة التاسعة عشر من دور سكوتلندي وسجل لحامل اللقب كل من ليغ ريفث وستيوارت أرمسترونغ والفرنسي موسى دامبالي ليحقق السلطات الانتصار الثاني عشر له على التوالي في البطولة رافع عن رصيد الاثنتين وخمسين نقطة في الصدارة وبفارق أربع عشرة نقطة كاملة عن غريمي التقليدي غلاسكو رينجل كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن سعي نادي تشلسي التعاقد مع جو هارت حارس مرما فريق تورينو الإيطالي في نهاية الموسم الجاري وانضم هارت لصفوف تورينو على سبيل عارة قادمة من مانشستر سيتي مطلع الموسم الحالي بسبب عدم اقتناع الإسباني باب كورديولا المدير الفني لسيتي بقدراته والتعاقد مع تشيلي كلاوديو برافو من برشلونا أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري رفضه إقامة لقاء الكلاسكو أمام غريمي التقليدي الأهلي يوم الخميس المقبل في جولة سابعة عشرة البطولة على ملعب برج العرب في الإسكندرية وأكد منصور في تصريحات صحفية عقب فوز الزمالك على الشرقية بثنائية النظيفة تمسكه بإقامة المباراة على ملعب بيتروسبورد هذا وكان الأمن المصري قد رفض إقامة لقاء القمة على ملعب بيتروسبورد وقرر نقلها إلى ملعب برج العرب تأكد رسميا خصم ثلاث نقاط من نادي اتحاد جدة في دوري جميل السعودي المحترفين وذلك بناء على قرار من الاتحاد الدولي لكرت قدم الفيفا عقب فشل النادي في سداد كافة المبالغ المالية للعب الأرجنتيني دانيال أليخاندرو وأكد أحمد عيد رئيس الاتحاد السعودي لكرت القدم اعتماد قرار استحب ثلاث نقاط من رصيد نادي الاتحاد بالدوري المحلي رسميا تنفيذا لقرار الاتحاد الدولي للعبة يلجأ الكثير من الأهالي المحاصرين في ريف حمص الشمالي إلى الاعتماد على الطين في ترميم منازلهم المتهدمة بسبب القصف أو حتى في بناء بيوت طينية في العراضية الزراعية وذلك بسبب انعدام مواد البناء الأساسية وارتفاع أسعارها بشكل كبير غير أن هذه البيوت لا تقي المحاصرين البرد القارص شردتهم آلة القتل في بلادهم فأصبحوا بلا مأوى يبحثون عن ملجأ أو منزل بعيدا عن نيران البنادق وقذائف الطائرات في العراء أو فوق أراض زراعية يبني السوريون على عجل منازل جديدة تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء لا مواد بناء هنا فالأمر يقتصر فقط على التراب والماء من يوم قامت السورة وصار الحصار فرضته قوات النظام والأمن على الأرضية في الشمال التجت الناس لبناء اللبن لأنه ما عد فيه مع سيولة تعمل خفان وشمينته التجوا لمادة اللبن والطين طبعا هي الطين هي أقل تكلفة ولكن تحتاج تعب جهد وعضلي وجسدي الوضع الإنساني المتردي وقلة ذات اليد دفعت بالكثير من السوريين إلى بناء بيوت طينية بيوت تبقى أفضل حالا بالنسبة لهم من العيش داخل الخيام بعد أن دمر القصف الجوي مساكنهم وتركهم بلا مأواه كان عندي بيت باطون عمرته وكلفت فيه كتير يعني كل تعبي راح بهالبيت باطون كنت مخدم مزبوط أخي مزبوط أخي بهالبيت جاء القزف ضربنا أول قزيفة هب البيت تاني قزيفة ماتم عندي تياب خالص نهائيا يعني ما سلم منه غير دفتر العائلة المساكن العشوائية هذه والمتناثرة فوق الأراضي الزراعية هي مجرد منازل مؤقتة لهؤلاء النازحين الذين ينتظرون انفراجا لأزمتهم بعد سنوات من التشرد والحرمان عدنان الظاهر التلفزيون العربي بهذا نأتي إلى ختام هذه النشرة زروا موقعنا على الانترنت العربي دوت تيدي كما بإمكانكم دولراء والمقترحات على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي شكرا على المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة